بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد علي أتك الصلاة والسلام أهل فاس الأفاضل الكرام أهل الكرم والجود والعطاء لإنسان الصادق نحن في حزب جبهة قوة الديمقراطية اللي رمز دياله غصن الزيتون تنعتبروا هذا البرنامج الانتخابي اللي تيربطنا معكم بمتابة تعاقد وعهد أخاوي معكم هذا البرنامج اللي تنأكدون من خلاله الأهل فاس أن أهم الأولويات اللي غادي نشتغلو عليها ونتابعوها عمليا كمرشح ديالكم داخل البرلمان ومع المسؤولين ديال الحكومة القادمة غادي تكون في إطار هذا البرنامج الانتخابي الفاسي نعم برنامج الانتخابي من أجل كرامة الفاسيات والفاسيين اليوم غادي نتكلمو على جوهر المجتمع المغربي تنعني المرأة والأسرة والطفولة وفي هذا الإطار سنسعى إلى وضع وتنزيل برامج باش نحميه الطفولة وإنصاف المرأة الفاسية وكذا تحصين وحماية الأسرة المغربية من جملة المتغيرات المتسارعة لولادك تهدر التوازن الأساري ما أجعلها أي البرامج والمشاريع في صلب السياسات العمومية لبلادنا كل هذا بتعاون وثيق مع جميع فعاليات ومكونات المجتمع المدني الفاسي والغيري على فاس العريقة دون زدباد المحور أيضا جد هام وله خصوصية كبيرة لتعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة أولا هدف فئة هشة من مجتمعنا المغربي وهما مواطننا لتعانيه من أي نوع من أنواع الإعاقة أقصد دول الاحتياجات الخاصة والتي تعاني من تهميش وتمييز كبيرين وكذلك الإقصاء بسبب الفراغ تشريعي وضوف البرامج المخصصة لها حكوميا هذا الشيء كامل تخلنا نكون أمام مسؤوليتنا الدستورية والإنسانية أقبلها الأخلاقية حماية وإدماجا لهذه الناس الغالين على قلوبنا من بنات وأبناء الوطن من خلال تنزيل برامج لإدماج الاقتصادي والاجتماعي والصحي وكذا طرح مقترحات قوانين لحماية وتحصين حقوق هذه الفئة الغالية من بنات وأبناء وطننا الحبيب ومش نحقو كل هذه البرامج ده الطبيعة الاجتماعية والحقوقية الإنسانية والاقتصادية لازم نوضعي الدينة في الدين بعض لأن الإصلاح والتغيير واستعادة كرمات الفاس بيدكم أنتم الفاسيين والفاسيات للأفاضي الكرام لذلك صوتوا على مرشحكم عن دائرة فاس الجنوبية مرشح حزم جبهة القوى الديمقراطية أرمز وغوصن الزيتون وشكرا لكم اشتركوا في القناة